لنا على صفحة البرنامج بانوتة حلوة بتعرض مشكلة عندها وانا حبيت بصراحة ان تكون هي دي انترو فقرتي عن الشعر هي بتقول البنت ان هي كان شعرها شوية ناشف سنة ما كانش خشن اوي فهي قررت ان هي علشان الهايشان اللي هي بتحسه ناشفان البسيط انها تعمل في شعرها بروتين خاصة انها كانت دخل على جواز وكان فاضل شعر على جوازها فقررت انها تعمل شعرها حلوة اوي اي ميت وعملت البروتين اللي في شعرها وتجوزت كمان بتقول ان اول شهرين ثلاثة كان شعرها كويس طري اللي هيشان راح كان ناعم جدا مع ان كانت حاسن هو ناعم زيادة شوية بعد كده اتفاجأت مفاجأة خطيرة شعرها بقى ناشف جدا بيقع قوي وبتقول مع العلم ان شعرها اصلا ما كانش تقيل يعني هو كان اصلا خفيف شوية فخف لنصه فبقت مكسوفة من شعرها وبقت ما بتعرفش تمشي في الشارع وبتلبس كمان بروكة بتقول كمان المشكلة بتزادت اكتر وبقت زيادة اكتر لما طلع الشعر الاساسي ورغم ان شعرها ما كانش خشن قوي بس الشعر الاساسي اللي طلع خشن جدا مجعد جدا ناشف جدا شكلها سبب لها مشكلة نفسية بقت مكسوفة من شكلها وصد نفسها في المراية قدام جزها في البيت رغم انها كانت عروسة جديدة وكانت حطى توقعات هيلة بقت العارفة تمشي في الشارع وكمان مكسوفة من شكلها قدام طبعا الجواب على سؤالها ده هنسأل ضفتي اللي منوراني النهاردة وهي الدكتورة ايا اسبيتان اخصية عناية الشعر والبشرة في مصر الشرق الاوسط اهلا بيك الاول يا ايا اهلا بيك نورين عامل ايه عامل ايه انت اي رأيك في المشكلة اللي بتبعث وصي المشكلة دي احنا بنسمعها كتير جدا جدا الناس اللي تروح تعمل تريتمين ان كان بقى فيلر كافيار كولاجن سرامايد اي حاجة لان هم فاكرين هم راحين يعملوا بروتين هم للأسف ما بيعملوش بروتين وما بيعملو حاجات كيميكال زيادة وفيها فورمالين تبقى تخيل اياها هي وصلت لإيه اه هي شعرها مكانش ناشف قوي او كان هيشان بالظهر قل للربع بتمشي دلوقتي ببروكة ومكسوفة تمشي في الشارع كمان مكسوفة يا اكت عايز تعمل لك حاجة جديدة وكل البرات كمسوفة تعرفيني طبعا وجوازه وبتاع بقت مكسوفة من شعرها قدام جوزها طبيعة شعرها يا ايا اتغيرت اتغيرت ودي مشكلة كبيرة اتغيرت بسبب الحاجات الكيميكالي نزلت على فروة الراس حرقت لها فروة راسها فطلعت الجديد كله محروف فيها القصة كلها اننا يعني انا مش عارفة وسيها ازاي بس عايز اقول لها انه هو لازم نفسيتها تتقبل الوضع خلاص اللي حصل حصل لازم ابتدي اعالج ما ابتديش اداري انتي هتقول لي حطت بروكة فالبروكة بالداري يبقى انا كده هفضل في نفس المشكلة فترة اطول طب انا لو خدت خطوة ان انا اعالج او ان انا ابتدي استخدم حاجات فيها مكونات طبيعية تبتدي تعملي تأهيل وترميم طبيعي للشعر ترميم طبيعي ان انا ارجع شعر تبقى تاني طري يبقى تاني لامع يبقى تاني صحي يقلل تسوقت اعمل انبات جديد اخلي فيه تحسين لدرجة مثلا كان فيه تجعيد او مثلا الشعر بقى خشن او مجاعد او الكلام ده كله يرجع يتفرد معي بمكونات طبيعية بدون فرمالين خالص بدون اي حاجة يبتسأل دلوقتي هل الكورس اللي معنا كورس سلم مناسب بشعران لانها بتقول ان حتى فيه ناس ما صحيتها انها تحط تعمل يعني علاجات لا مش وصفات طبيعية كتبه في المسج بتاعتها علاجات غالية جدا وحقا وكده فيه عايزة حاجة اتعرف اقتصادي وفي نفس الوقت طبيعية وخايف اتجرب غير بعيدا عن قصة السعر معظم الحاجات اللي فيها انبات للشعر السريع ببقى فيها مادة اسمها الميكسوديل الميكسوديل ده ببتدي بعد ما بتسبيه بفترة ببتدي تسوقت الشعر تاني فلازم اكد حاجات فيها مضادات اكسادة تطول الشعر او بتدي تدي اطالة ابتدي ااخد حاجات فيها زيود طبيعية فتديني انبات واطالة للشعر تبقى مستمرة حاجات ما بقاش فيها هرمون عشان خاطر الهرمون ده ممكن يطول الشعر او ابتدي يقلل تساقط بس هو انسان انا بسيب المنتج الشعر بيقع لاني زي ما كنت ديت زقة كده الهرمون ويرجع تاني لا خلاص انتي بقاتي معودة ان هو يطلع من نفس الحاجة النهاردة عندي مجموعة سلة هي تقدر تستخدمها فترة 3 شهور هتعمل لها انبات سريح جدا هتقلل لها تساقط وكمان هتحاسم من كواليتي الشعرية لو الشعر بتادي تنشف وشعر بتادي تتقصف وشعر بتادي تتجاعد او تتقشنا ده كله هيتغير معايا يعني من اول اسبوع هتحس بالترطيب من اول اسبوعين هتحس ان التساقط بيقل من اول شهر هتلاقي انتاج بصيلة جديدة هتلاقي اطالة من 5 ل 7 سنت يعني الكورس سلة مناسب لها بسي كورس سلة مناسب لها ليه لان هو هيلعب على حاجتين مهمين جدا التغذية الداخلية للجسم او للشعر وهيلعب على التغذية الخارجية للشعر عندي مكمل غذائي قوي جدا هيبتدي ديها كل الفيتاميز اللي جسمها محتاجة عشان تعمل جروس وتعمل نمو للشعر هيبتدي فيه بايوتين في كرياتين فيه اوميجا سري اوميجا سيكس فيه بي 12 فيه كل الحاجات وفيه مدادات اكسادة ده فيتامي من A وB وC كل الحاجات دي نورين هتعمل لها اطالة سريعة جدا هتخلي ما فيش تقصف ما فيش هيشان لان الكواليتي بتاعة الجرد الشعرية سوري هتتغير لو الشعرية نشفة او مقصفة او تحس ان الشعر مثلا ما بينشف يبتدي يتقصف او يبتدي يتفرق يعني تشايفة ان الكورس لا مناسب لها واول حاجة بترجحها لها يعني او بتقوليها لها تاخد المكمل غذائي تلات شهور هيفرق معها او ده هيفرق داخليا تبقى انا محتاجة خارجيا ان فيش شعرية نشفة فيش شعرية بتتساقط فيش شعرية بتتقصف كل الكلام ده كله هتبتدي يتعالج معي من الشامبو والبلسوم والسيرم اقنعيني ان انا ليه الكورس سلة في الشامبو والكونديشنر والسيرم هيكون مناسبين للحالة دي يبقى انا محتاجة ان ايه تعملي وصفات طبعية بزيت الارجان بزيت جوز الهند بالبنسنول تجيب لي زيوت طبعية بقى كل الزيوت اللي تعملي اطالة وانبات وترطيب مش بس كده كمان تروح تعملي شعرها كرياتين او بروتين هي خلاص عملت بس تعمله حقيقي اللي هو يديها نعمل للشعر عارف هي هتصرف كم في الزيوت؟ هو في حاجة اسمه حقيقي اصلا؟ او اللي هي حطته ده مش حقيقي اللي هو من يشرقوافرات يعني لا اللي هو بصي البروتين بدون فورمالين يبقى في الكوافير يبقى في الصيدلية يبقى في ايحب بروتين بدون فورمالين ده اللي اصلا برافو عليك اللي ما بيفريدش بس بيعمل ايه؟ بيخلي الشعر طري اللي ستريت بقى اللي انت عايزة دواء بيبقى فيه فورمالين عشان كده في ناس تقولك انت شعرك محتاج فرد من 50 ل 70% يبقى النسبة تبقى قولي انت شعرك نفريده ب50% بس وده خلي بالك اللي فعلا بيبقى متخصصين الناس فاهمة بتعمله ومالهي الناس لا اللي عايزة روح فردو مرة واحدة